الجانب التاني يمكن سألت زميلي محمد توفيه على هذه المسألة إنه ممكن يكون فيه إجراءات بتتم في الساعات الأخيرة بخصوص أليو ديانج وبالفعل يمكن توفيه لما سأل دكتور أحمد جابالة قال له خلاص خلال ساعات احنا بنتمم الإجراءات عشان يسافر ديانج لإجراء منزارة على الرجبة عشان نعرف طبيعة الإصابة والفترة الجاية هيستعد إزاي أليو ديانج للبرنامج التأهيلي ومتى عودته للتدريبات والمباراة الرسمية أليو ديانج يا جماعة لما سافر كاس الأمم كان بيعاني من نفس الإصابة واشتكى أكتر من مرة عشان جدا لو تلاحظوا أليو ديانج بعد المباراة التانية ما كانش بيلعب بعد المباراة التانية مع منتخب مالي ما كانش بيلعب مشكلة الرجبة دي كويس إنه لما رجع النادي القالي بيعمل إجراءات تحافظية دلوقتي عشان يحافظ على سلامة اللعب لكن خلال ساعات فيه اتصالات على أعلى مستوى لإنجاز مسألة التأشيرة والسفر إلى أوروبا لأن الطبيب المعالج اللي أجرى العملية الجراحية لكريم فؤاد وأكرم توفيق هو هو الطبيب النمساوي اللي هيجرى العملية الجراحية لأليو ديانج في الأيام المقبلة وعلى هذا الأساس وقت الصفر وإجراء المنظرة نقدر نعرف طبيعة إصابة أليو ديانج ومدة الغياب الرسمية ناس كتيرا تقولي طيب والفترة دي كان ممكن يعملها في مصر في أمور متعلقة بإصابات الرجبة يستحسن إنك تتعامل فيها مع طبيب إنت جربته قبل كده مرة واثنين وثلاثة وبتتكلم على العيبة تعرضت لإصابة الصليبي مرتين مش مرة واحدة فالنتائج الملموسة بإذن الله من متابعة الطبيب النمساوي لإصابة ديانج إن شاء الله أنا أتمنى يكون فيها فقل خير وإن أليو ديانج يرجع سريعا ندفد شارك إمبارح في المراني الجماعي أحمد نابيل كوكا شارك إمبارح في المراني الجماعي وعم حمود متولي بيشارك في التدريبات الجماعية منذ عاولة البعثة من غانا بعد موجهة ميدياما الغاني ممكن يتم الاستعانة بيهم في مباراة بكرة ده أنا أعرفه النهاردة مساء اليوم بعد نهاية تدريب المساء في محاضرة دلوقتي بيعقدها الجهاز الفني بيتكلم عن تفاصيل كتيرة كولر زاكر بلدية المحلة كتير وآخر مباراة للبلدية أنا أعتقد فرصة جيدة جدا لمرس الكرة عشان يقدر يتعامل مع هذا الفريق مباراة وعمام فيتشاركات بمستوى مباراة وعمام سيراميكات بمستوى تاني وخسر خسر 3-5 يعني دخل مرمى خمس أهداف فمطش أعتقد هيبقى مطش مهم جدا بكرة كولر هيقدر يتعامل معاه ويستعد لي ياسر إبراهيم أنا اتكلمت الحلقات اللي فاتت على إصابته وتاخد قد إيه هو مبدئيا يعني تبدأ تتكلم على عودة ياسر من وقت مباراة الزمالك لو مش جاهز مباراة الزمالك بنتكلم بقى على نهاية شهر مارس لأن ساعتها المنتخب هيكون في أجندة دولية فوقتها نقدر نشوف يعني ياسر يلحق بقى وقتها الدور ربع النهائي لدور الأبطال ولا لا لأن الدور ربع النهائي لدور الأبطال هيتلاقي بأحد أيام 30 أو 31 مارس عقب عودة المنتخب من الإمارات إن شاء الله هيكون معاه الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريق ده جانب متعلق باستعدادات الفريق لمباراة البلدية والجانب المتعلق بكهربا وكولر وأمر موضوع أليو ديانج